بالزبط الزمالك دلوقتي هي التجديد لمحمد صبحي والإبقاء علي لكن في صعوبة شوية الموضوع ده يخلص قبل صفر صبحي مع المنتخب لكوتوفور يعني لسه كنت أتكلم مع أحد مسؤولي نادي الزمالك قال لي لا ممكن ما نلحقش قبل الكاس الأمم لكن احنا هنشتغل على موضوع التجديد وجهة نظر الزمالك إيه في تجديد محمد صبحي إن أنا مروح كنادي أروح أجيب لعيب أو أجيب حرس مرمى سي زي ما تقال البلعوتي مثلا من إنبي ناديم مش هيطلب أقل حاجة 20 مليون جنيه وهتدفع للعب مثلا راتب سنوي 8 مليون جنيه فأنت بتتكلم أول سنة أنا مش عارف مش عارف إزاي الناس بتقطع في حمد صبحي أو الناس شايفة أن صبحي مش جون كبير والله ما عشان حاجة خلص يعني أنا شايف أن صبحي واحد من أفضل حراس المرمى جديد في مصر أصلي صبحي مستواه أصلي صبحي أخفق أصلي صبحي بيخش فيه جوان غريب أجماعة أنا على فكرة أن رأي من رأيك أعتقد هواي رأيه من رأيي أنا وأعتقد كبير درد زمالك شايفة كده الزمالك لو ما جدتش أنا أنت فاكر لما كنا عدين هنا أترك صبحي وفتوح في المنتخب وقلت لي لا ده فيه كذا والراجل ترى أترك كلام ده ما حصل وكان معاه برضو الهواري المدرب البرتغالي مدرب حراس المرمى اللي موجود في منتخب مصر بيتكلم عن صبحي أن إمكانياته تأهلوا أن يبقى حارس أساسي منتخب مصر ومدرب البرتغالي صبحي ظلم جدا مع أسوري وخب بابا منتخب مصر أو فيتوريا الاتنين كانوا بيصروا أن هما يضموا محمد صبحي فعم محمد صبحي حارس كبير صبحي ظلم جدا مع أسوري وإذا مالك عارف كده وإذا مالك هي جدده مفيش دفاع صبحي كان بيبقى بيرقب المدفعين اللي قدامه لكن سريعا في حتة التجديد اعتبرهم دول جددوا ماشي وصبحي عنده الرغبة أن يبقى في الزماني مش كبير أقبال خلاص جددوا اعتبرهم جددوا شوالها جدد قديها أعتقد سنة سنة أعتقد سنة ممكن سنة وباباند قضاء في موسم تاني لكن اعتبرهم جددوا ومحمد صبحي رغبته في الاستمرار في نجز مالك ونجز مالك عنده الرغبة أنه يجدد لمحمد صبحي